موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلبات وطلبات الصف الاول الثانوي الحمد لله ان احنا اتتازنا مرحلة الاعداء دي فخلنا في مرحلة الثانوي بحب اقول لكم ان في فجوة بسيطة في اللغة بين الصف الاول الثانوي والمرحلة الاعدادية وزادت الفجوة في المناهج الحديثة بوجود الانريتشمنت اللي هي الاثراء اللغوي اللي هو دايما بنعتمد على ثلاث حاجات اللي هي المشتقات وكمان عندنا السينانوم والانتونوم اللي هو المراضفات والعكس وايضا اللغويات فنخلي بالنا من كل حاجة بالنسبة للدرس الاول والتاني من كل واحدة عليه هيبقى كبير جدا ان هو لازمة يحفظ الكلمات ومشتقاتها ويخلي باله من شرح اللغويات النهاردة ان شاء الله هنبدأ ب في بتستخدم بمعنى ايكو معناها سياحة نوع من السياحة بتستخدم لخدمة البيئة اللي بيزنب فيها ساقه مندينجرد يعني معرض للانقراط المتيريال المتيريال معناها قماش معناها قماش حسنا المتيريال الحماية والمحافظة على البيئة يصمم يعلم يثقف توريست سياح وعندنا توريست سياحية بروتيكت النظام البيئي يوجد أي مكان لمورز نوع من القرود نوع من القرود موجود في بلد اسمها مدغشكر ايجبت مصر يطور او ينمي بحر الاحمر ودود طبيعي يتجند يدمر او يطلف كورالز المرجان جزيرة اكوادور بلد في امريكا الجنوبية اسمها الاكوادور جاينت سلحفاه يتأكد محدود اندونيجيا موجودة في اسيا محبوب او شعبي جهة وصول الحياة البرية متضمنا دراجون الرمال سبب يجلب او يسبب او يحضر ريبلد يعيد بناء باث ممر العمود التاني وبقرر وبقول عليك دور كبير في حفظ الكلمات باي طريقة تحلولك سواء اذا كنت موهوب بتحفظها او بتكتبها اكتر من مرة او بتحاول تحطها في مثال المهم ان الكلمات دي تتحفظ لان انت بتبني البيت اللغوي كلمة مع كلمة هتعمل حيطة والحيطة هتعمل البيت بالتالي هتقدر تكون جملة ايكوتوريستس سياح مهتمين بالبيئة تقليدي يقدم قوانين يزداد تلوث وإلا صناعة أورانجوتان ده حيوان يشبه الغوريلا اسمها انسان الغاب سبايدر عنكبوت لين يعتمد او يميل او ينحن يتورم او ينتفخ يعني يكون برحلة شقة او رحلة شقة سبايسي متبل او به كثير من التوابل كونسيرفيجانست كونسيرفيجانست اللي هو المحافظ على البيئة غابات المطيرة بايت بتبتن يعد يضل الطريق او يفقد ريسايكل يركب الدراجة اما ريسايكل بمعنى يعيد تصنيع بريك يكسر او فسحة كروكوديل تمسح جراند بيرانتس الأجداد الرينج يرتب يونيفرسيتي الجامعة فورست الغابة بولنتير تطوع هاردوورك عمل شاك ريموت بلايس اماكن نائية وبعيدة هل تل فورشي نتلي لحسن الحظ هدية اسكارية ويند الرياح بلو تهوب انكاريج وشجع ميزة تجاثر معنى بروغرس التقدم الدرس الثالث ورابع فيه بعض الكلمات بردك هوتل بالكوني بريليانت ليود ويزا تنيجا ريسورت ريلاكسين فتح مرحبا 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 أعطينا نتعلم مرحبا في طواب الرجم مرحبا المملكة مجردا ده بالنسبة للجزء الاول وطبعا لا يوجد حالة للمدرس فيه غير ان انت تسمع الكلمة كويس وعشان تقدر تحفظ بالاسلوب بتاعك اي اسلوب عندك لازم يكون عندك قموس ناطق عشان تقرأ تسمع الكلمة مرة تانية لو كانت فلتت منك لان دايما زي ما بنقول والنطق امانة بالنسبة للمدرس في الجزء التاني في الحتة دي بقى بنركز شوية على القراءة المتقنية عشان نشوف حرف الجر بيجي ازاي والتعبير بيجي ازاي يعني ايه يعني الاسم اللي بيجي مع فعل معين فنشوف هنا اول كلمة امباكت اون دي بتساوي افكت والاتنين بياخدوا اون يعني تأثير على هنشوفها في الامثلة وفي الغويات فيه مصفور مشهور بيه ستي ان يكون في مكان كير فور يهتم بيه هنا بقى بتكلم في النقطة دي بنيفت فروم دي يستفيد من انما لو بنفت خدت حرف الجر اوف يبقى معناه فائدة يعني هي ممكن تاخد حرفين جر اوف وفروم لو خدت اوف يبقى فائدة ولو خدت فروم يبقى يستفيد بارتس اوف اجزاء من وبالنسبة لكلمة بارت وابارت ففيه فرق لو انا قلت بارت اوف معناها منبر يعني عدو من يعني لما قول مكدي يعقوب از بارت اوف اتيك اما لو قولنا ابارت اوف معناها بيس يعني جزء من اي وانتو ايت ابارت اوف زكيك يعني جزء من الكعكة لرنا اباوت يتعلم عن كلوس تو قريب من طبعا هنا قولنا قبل كلمة دي بلو اوف يعني تقع او توقع اه يعني مثلا لو فيه اه ويند يعني الرياح والطايا او الكبعة اللي هي هات بلو اوف واعي تاك افوتو انتقط الصورة جيت اوي هنا بقى مش معناها اسكيب يعني جو اه تو سم بلايسز تو سبند اه فيري نايس تايم يعني هذهب في اجازة جيتينج اوي يعني تبعي ببداعا الشغل يعني العمود التاني الرنج تو يرتب وكلمة الرنج ممكن نستخدم منها كلمة يعني مع كلمة اللي هي اه يقوم بالترتيبات بيزي ويز تخيل عزيز الطالب ان صفة بيزي هي وكلمة وورث و او او ار تي اتش من الصفات اللي بيجي بعدهم الفعل في اينجي ويعتبر الصفتان الوحيدين اللي هيقبلون يقيم مع وفيه دو فيجتابلز يعني يكون بطاقة الخضروات وطهيه دو فيجتابلز مش ميه وفيه فرق بين كلمة وعبر الطريق بامتداد الطريق إنما يدعم بعدها يبقى طريق طويل دي بتتقرى كويس جدا أخوانا العزاء عشان خاطر نقدر نقدف الاختيار كويس نيجي لجزء الثالث وهو ونشوف الفروقات بين بعض الكلمات اللي احنا هنحتاج نعرفها لما نيجي في الحلقة التانية في الاختيار إن شاء الله بوزيشن بالنسبة للمكتوب اللي هو موضع أو مكان الوقوف والجلوس أو وظيفة أو مكانة أو مركز في الملعب في الملعب يعني مثلا أنا لو واقف جول كيبر يبقى لو بلعب ديفندر يبقى لو بلعب سترايكر سترايكر يعني مهاجم بيجيب لجوان يعني يبقى تمام؟ أما بالنسبة للمكانة أما بالنسبة للمكانة يعني عنده مكانة في المجتمع أو ثلاثة عروض 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 يعني أنت تفصف لحد أنه هيعمل تمرين أو أي حاجة بتحط نفسك أولا في مكان مريح كلمة اللي بعد كده لوكيشن لها موقع أو مكان للتصوير مثلا موسطف زموفي وشوت ان لوكيشن افريكا اس ابرتمنت اس ان اريلي جود لوكيشن يبقى دي لوكيشن موقع لمكان تمام؟ وكماني ممكن يكون مكان لتصوير الأفلاق موقع أثري أو بناء يعني موقع للبناء أو موقع أثري يعني ممكن نقول بلدينج سايت وانشانت سايت سايت لهو موقع إلكتروني شوف الأمثلة منتجة منتجة نيومراس يعني العديد من المواقع التاريخية كلمة الثالثة كلمة الثالثة يعني جهة الوصول يعني هي جهة الوصول اللي هي المكان اللي أنا مسافر له سكوتلند يعني هي مكان مهم ومشهور لعقد المؤتمرات نمبر الفرق بين وزر وكلايمت عند كلمة وزر يعني حالة الطاقس في فترة قصيرة وعند كلمة كلايمت حالة الطاقس لمدة طويلة حالة الطاقس يعني لو بكرة الدنيا حر يبقى نقول الوزر لو مثلا بنتكلم عن طاقس مصر حر جاب سايفا دافئ مونتر جتاء يبقى كلايمت طيب ايه الفرق بينهم لغويا لغويا ان الوزر لا تعد يعني لا تخدش اس اما كلايمت ممكن تخد ايه؟ اس وكما بالنوين كلمة وزر تدخل في مصطلح لغوي لابقى نقول هو في حالة مزاجية سيئة المثال عندنا بالنسبة الوزر حالة الجو من مطر والرياح والسلوك في فترة معانة ماهوزر تشعر في مصطلح؟ ماهوزر تشعر في مصطلح؟ ماهوزر تشعر في مصطلح؟ اما كلايمت المناخ على مدار العام المناخ على مدار العام الثامن ثالث ايه الفرق بينهم ماهوزر تشعر في مصطلح اندنجر مهدد بالانقراط الثامن الثامن السحالة تصنف انه فصائل معرضة للانقراط اندنجر يعني يعرض للخطر يقوم بك تدخل بعرض صحتك للخطر اما كلمة اندنجر بالر اما كلمة اندنجر معناها خطر و لو ضفنا لها OUS يبقى خطير خطر الحرائق يزداد خطر الحرائق يزداد أثناء الأجازات خطر الحرائق نظر ثالث أثناء الأجاز ثالث 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 5. معروف ان Go قبل كده في المناهج بتاعت الاداة دي ان بعدها الفئل في A-N-J يعني Go Swimming Go Go, Hiking Go, Sightseeing Go, Shopping وفيه فرق بين Go Shopping و Do The Shopping Go Shopping جهازة بالتصوك و Do The Shopping يقوم بالتصوك فيه ذا مع دو وما فيه ذا مع Go أما كلمة Go for a walk أو Go for a holiday ديت طبعا بتختلف لأن Go for a واسم طبعا يعني احنا بنقول لو واحد في أجازة Go for a holiday طب لو واحد يذهب في أجازة Go for a holiday Let's go for a walk 6. Stop Stop بعدها الفئل في A-N-J معناها يتوقف عن فعل الشيء أما Stop 2 زائد المصدر يتوقف لكي يفعل شيء لو قلت Stop Talking للطلبة يعني توقف عن الكلام أما لو قلت On his way to school Stop to get or buy a sandwich يتوقف لكي يفعل 7. Drive شخص 2 يعني يقوم بتوصيل شخص بالسيارة My father drives me to school everyday أما Drive car معناها أنه هو ذات نفسه اللي بيسوق السيارة يقود السيارة I can drive a car Number 8 جميلة جدا بالنسبة لي الفعل C يرى وهير يسمع ووطش يشاهد في منتصفه في منتصفه أما لو جيه المصدر بس من غير طول يبقى بيشوف الحدث ويسمعه من أوله لآخره I saw him talking about the pyramids on television يبقى جزء من الحدث في منتصفه I saw him talk about the pyramids on television يبقى عندما ندرك الحدث من أوله لآخره كله تسعة مهمة أيضا كان نعرفين في الإعدادة أن الصفة اللي فيها I D تصف الشخص أما الصفة اللي فيها I N G تصف الشيء يعني excited and interested bored للأشخاص exciting and interesting boring للأشياء طيب نشوف هنا I am so excited to visit Egypt I am bored with my job لاحظ بقى أن الصفات التي تنتهي بإيه دي تعود على من يقع عليه الحدث غالبا الأشخاص يعني الشخص اللي هو داخل الحدث طيب نشوف المثالين هنا مثلا The much was exciting لأن هنا بنصف الحدث ذات نفسه Missy is an amazing player هنا بقى ليه ما قلتش amazed لأن أنا ما بصفش مشاعر الشخص نفسه أنا بصف أداء الشخص يعني هنا أنا amazing للأداء بتاع Missy ولذلك في نقطة جميلة جدا لازم طلبة بتاعنا يعرفوها إن لو أنا اتكلمت الشخص ومشاعره عن الشخص نفسه يبقى ED أحمد is excited طيب لما أنا أقول I have some exciting friends أو interesting friends هنا معناها بصف الشخصية وليست الشخص يبقى الصفات اللي في إن جي تعود على من أو ما يسبب الحدث أو الشعور سواء شخص أو شيء تمام؟ هنا في number 10 ثم encourage بعدها 2 مفعول به طبعاً وتو زائد إيه؟ المصدر طيب لو ما فيش مفعول به تنكرج تاخد ING طيب لو انكارج تبنت للمجهول تاخد تو زائد المصدر طيب لو أنا شلتم إيه؟ يبقى My parents encouraged studying medicine طيب لو أنا حاولتها المجهول I was encouraged to study medicine number 11 famous for مشهور بإيه؟ طيب مشهور بإيه؟ شيء جيد شيء كويس إنما مشهور بشيء سيء اسمها notorious for notorious for notorious for مشهور بشيء سيء famous in مشهور في مكان famous as مشهور كوظيفة كنجم كمدرس he is famous for his honesty he became famous in Egypt number 12 remind someone to do something يعني بفكر شخص يفعل شيء يعني please remind me to post this letter يعني حد بيفكرني طب لما بتاخد حرف يبقى بيفكرني بشخص تاني أو بشيء يعني بمقول he reminds me of his father إن هو يذكرني بأباه the souvenir reminds me of the last trip الهدية التسكرية بتفكرني بالرحلة اللي فاتت أما remember يتذكر من تلقاء نفسه يعني I can't remember her phone number مش قادر افتكر رقم تليفونها remember to take your PE close to school خد ملابس الرياضة معاكم رقم تريح المدرسة number 13 have interest in يعني لدي اهتمام في interest وللعلم اللي عايزة يزود من حصلته اللغوية برضك interest معناها مصلحة يعني مقول له واحد this is for your interest ده المصلحتك this is for your own good يعني ده المصلحتك be interested in يعني مهدم ب ده صفة بعدها الاسم والفعل فاينجي اما interested to بعدها المصدر وطبعا interesting شيء كل الاشياء امثلة they have a great interest in learning English they are interested to learn English they are interested in learning English the story is very interesting number 14 ونركز مع بعض اقوى عليها help to زي ده المصدر ممكن احط to ممكن احطها يعني همول help women she helped women to succeed او she helped women succeed طيب يساعد شخص في شيء she was she helped me with her more طيب في واحدة ثالثة اسمها help in بس لازم help تبقى مش منفصلة عن ان انفصال ان انفصال number 15 lose او يخسر الشيء يضيع منه للابد اما miss يفوته الشيء be lost get lost or go missing او lose way يعني يتوه يضل الطريق يبقى في فرق كويس جدا بين lose و miss lose يفقد الشيء للأبد اما miss يفوته الشيء ممكن يعوضه انا مقول i missed the bus في اوتوباس ثاني انما i lost my money رحت i have lost my exercise book please help me to find it the three tourists have been lost in the jungle number 16 ها مع something someone somewhere اي حاجة من دي anything anyone anywhere nothing no one nowhere everything everyone everybody everywhere وكلام ده كله بنحط كلمة a else وممكن استخدم else برضك في الاستفاد you can't find this product anywhere else do you want anything else 17 وده مهمة جدا لو احنا قلنا ايه الفرق بين as and like من غير ان ما اقول such as and like such as and like سهلة جدا ليه لان such as and like معناها مثلة يعني for example يعني بقول such as بتساوي like اما as ما بتساويش like يعني مثلا لما قول he works as a teacher يبقى هنا ما هوشتاش بيه ده حقيقة يعني هو بيشتغل كمدرس طيب he works like على تيتشار يبقى هوا هنا مش مدرس انا بشبيه بالمدرس يبقى as للحقيقة مثلة و like للتشبيه وكمان مثال ظريف اما ما قولك he eats as a buffalo ده معناها انه بيكل بنفس الطريقة بتاعت البفلو لما اخذر اما he eats like a buffalo ده اللي التشبيه معناها انه it's على طفوه team sports like such as football and basketball are based on teamwork and cooperation number 18 effect و effect احنا قولنا effect يؤثر ما بتاخدش حرف الجر on اما effect بتسوي impact وتاخد حرف الجر on effect the environment badly effect or impact بتاخد حرف الجر on we are studying the effect of evolution on the environment have an or a effect on لديه تأثير على pollution has a bad effect or impact on people and the environment number 19 limit يعني يحد من بتسوي cut down يعني بتسوي reduce تمام وفي المناهج في المتقدمة بنقول cut down بمعنى يقطع الاشجار او يقلل بمعنى reduce اما mark يعني يميز يعني 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 يعرفنا به يحدد لما منولها we should limit our use of non-renewable sources of energy لازم نحد من استخدامنا لمصادر الطاقة الغير متجددة لازم نحد من استخدامنا للمصادر الطاقة الغير متجددة المتحف المتحف يحتوي على كثير من الأعمال الفنية الأصلية اما include يجتمل على او يشمل او تضمن خاصة في قائم يعني لو في قائمة يعني وتشمل كذا وكذا نبقى نقدر نقول include 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 and the price for the hotel include breakfast include looking after under 21 teams يعني بيعتني بالفرق تحت 21 سنة تتكون أجزاء الخارجية من يعني تتكون أجزاء كلية من يعني كل الأجزاء تتكون من ثلاث أشخاص طيب احنا عايزين بالبلد نجيب الفرق بين include consist consist تمام لو أنا جبت جزء من الشيء لازم نقول include يعني مقولك ذاتيم include include تمام يبقى احمد هو الفريق ولا جزء من الفريق احمد جزء من الفريق لو ذكرت consist of لازم نقول كل الفريق ذاتيم consist of كذا وكذا 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 يبقى لو بوصف الشيء ممكن اقول بيحتوي او يجتمل على شيء واحد تمام اما consist ده الوقت زي سرق المحفظة كلها ده بيتحصر حتى على كروت الاقتمام بتاعته اما الكلمة يعني يرفق مع الشيء يعني مثلا انا بعت لابا امي شوية فلوس مع الخطاب يبقى سرق منه فلوس اما ستيل بيجي بعدها شيء فقط هو فعل شاز ستيل ستول ستول هير باك ستول ماي مانا بيجي بعدها مفعول وصفة يقول وجدنا جثتها مخبئة في الشجيرات اوك اي فاوند ماي دوج ديت وجدته اكلبي ميت وممكن فاين ديجي بعدها مفعول اول ومفعول تاني بعد انتو زائد المصدر هي هازنت همسيلف قبل استو ليف يت ما وجدش لنفسه مكان يعيش فيه المصطلحات دي مصطلحات دي دي معناها مزدحم دي وملئ بالاشخاص ما مقتز يعني زيادة على اللزوم اما دي المشكلة الزحمة والتكدس كراود كاسم بمعنى جمع او حاشد او جمهور كراود كفعل بمعنى يحتشد او يتجمع او يتجمع نشوف الامثلة The house was crowded with guests يعني مليء بالضيوف Infests في الاعياد streets and parks are overcrowded مزدحمة Overcrowding is a serious problem in cities ليه الازدحام There is a crowd of students في تجمع من الطلبة near the school gate ليه قريب من وقت المدرسة في ايام الامتحانات لا تنسوش because of the flute وده معنى ثاني يتزايد يعني بتسوي increase Swilling in او on يعني ورم او التهاب فيه She has been full in her hand اما swollen متصفة بمعنى متورن His knee is swollen عزي الطلبة الوقتي احنا فسرنا جميع المصطلحات اللغوية ما عليكم الا ان انتوا تحفظوا الكلمات وتقروا المصطلحات عشان نشوف ما هو قات ما هو قات اللي هو ايه بقى اللي هو التدريبات ان شاء الله في الحلقة القادمة سوف نرى كيف نطبق ما تعلمناه على التدريبات القادمة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى